صباح و أهلا وسهلا على الكنان، اليوم سوني أعلنت عن التلفون الجديد، السوني إكس بيريا برو اي، هذا التلفون عنده مميزات كثير حلوة، نرى مميزات مثل السوني إكس بيريا 1 مارك 3، وشغلات تانية كمان لأنه هذا برو من السوني إكس بيريا برو اللي شفنا أول السنة، اللي أكتر شيء يعجبني فيه لهذا التلفون، هو السنسور الأساس الموجود هنا، أخذوه من الكاميرا هذه الارك 7100، هيا، أنا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك، دعنا نبدأ نتحدث عن التلفون الجديد من سوني، سوني إكس بيريا برو اي، اشتركوا لايك وسجلوا على الكنال، حتى دائما دائما تعرفوا ما ننزلكون ديديوهات جديدة، هذا هو التلفون إكس بيريا برو اي، تلفون جديد مثل ما خبرتكم أول شي، هذا التلفون يأخذ السنسور اللي هون موجود، الاركس 100 ماكس 7، اللي نزلت بالكاميرا هون، ويضعوه على التلفون، أخذوا كثير مميزات من التلفون الإكس بيريا 1 مارك 3، والإكس بيريا برو اللي نزلوه من أول السنة تقريبا، الكاميرا موجودة هون، لدينا ثلاث كاميرايات، وثلاث لمزات، الكاميرايات اللي نستعملها للبروفيشنال اللي يستعملون هون، واحدة على 24 مليمتر، واحدة على 16 مليمتر، واحدة على 50 مليمتر، الأساسية هون، لدينا اثنين فوكول لنكت، معناته الف 2 والف 4، الف 2 بتفوت ضو أكتر، والف 4 بتفوت ضو أقل، لما تقول بمحال في كتير ضو، تنطوا على الف 4، لما لا يوجد كتير ضو، تستعملوا اللمزة، تستعملوها، وتشاهدوا كيف قوتها، الحالية فيها، أنه هنا، نستطيع استعمال الكاميرايات بإمكانية زيادة عن الكاميرايات اللي نشاهدها من تلفون قديمة، لدينا الكلمة الزيس موجودة هون، والنفسي، لا لدينا بطارية، لكن لدينا البطارية هون الـ 4050 مليمتر، مثل التليفون Xperia 1 Mark 3، نستطيع أن نشارجها بالشريط موجود لتحت بالـ 30 وات شارجر الذي يأتي فيها. على اليمين، لدينا زر واحد للـ Volume Rocker، الـ Fingerprint Sensor موجود هون، مع الـ Power Button، فيما نضعه وندور نقطة الشاشة، مثل العادي كنا نشاهدها من قبل، نستطيع أن نضعها هون، نعمل Unlock مثل ما رأناها من قبل. لدينا الزر الزيادة هون، لدينا زر زيادة للكاميرا، إذا نقرسه، ونستطيع أن ندور الكاميرا موزودة وتفتحها وتضغري عليها الكاميرا، وعندنا أيضا الزر اللي كنا نشاهدها من قبل، نستطيع أن نضعها هون، نصف كابسة حتى نعمل الـ Focus، والكابسة الكاملة حتى نستطيع أن نعمل الكاميرا عادة تمشي مظبوط. الشاشة الموجودة هون، 6.5 إنش، 4K 120 هرتز، مثل ما رأناها من قبل، 21 بـ 9 الـ Aspect Ratio، ونستطيع أيضا الحاسوب Snapdragon 888. الجيك بنش، مثل ما نرى، عندما نتحدث أيضا عن الكاميرا الموجودة قدام، ستظهر 8 ميجا بيكسل كما رأناها من قبل، الشاشة مثل ما أخبرتكم، الرام الموجودة هون، 12 جيك بايت رام زيادة على ما رأناها من قبل، والذكرى 512 جيك بايت، ونستطيع أن نزيد عليها SD كارد هنا، ونزيد عليها 1 تيرا بايت زيادة أيضا، معنى أن يكون لدينا 1.5 تيرا بايت على هذا التلفون، مع الـ SD كارد والذكرى الموجودة داخلها. لدينا 5G سابسكس في أمريكا، ونستطيع أن نستعملها، ساعة ماشية منيحة، لا يوجد إشكال مثل ما نرى، 304 على التنزيل، 13.5 لتطلع، ومثل ما رأيته أيضا، ساعة منيحة، أعملتها هنا على T-Mobile في لوسانجلس، معنى بمنطقة، كل هذه الأشياء عادية، مثل ما رأنا بالقبل، ونعرفها، الحف هون كله موجود، مثل ما نرى، لديه كامشات هنا، حتى عندما نمسكها، تكون كثير منيحة، وكما نزيدون لنا واحدة هون، شغل جديد، لنقضي اللانسات مثل اللانيورد، لنقضي مسكة عليها، مثل ما نستعملها للكاميرا، حتى ما نضيعها، لما توقع منها إيدتنا، فهذه شغل جديد نزلوها، وتساعدنا كثيرا نستعملها، التليفونات عادةً، ما بيكون عندنا هون هذة، ويكون تجي بقلب الغطاء، هذه موجودة بقلب التليفون، الشاشة بتجنن، مثل ما رأناها من قبل، كل مستعملات موجودة نفس الشيء، مثل ما قلت لكم 4K 120 هرتز موجود هون، يمكننا نقضي، 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 نضبطها الوحدة هون، نغير الـ بين الـ 60 و 120، ندور الـ كواليتي، نقضي على الـ موضوع أو الـ موضوع، نقضي، نقضي، كل الشغلات المستنظرين، نقضي، التصبيتات تعيد الصوت كمان، نقضي، نقضي كل شيء، الصوت، الفيبراسيون، وكل الشغلات التي نعود عليها للتليفون، ونستطيع أن نضبطها، وليس فقط، نقضي أيضا، ندور Dolby Atmos و DSEE لأن نضبط صوت السبيكر والميكروفونات، لدينا ثلاث ميكروفونات موجودة هون، زيادة عن الشبطين من الباضي، عادةً لدينا اثنان، لدينا ثلاثة، والصوت يكون أحسن بكثير، لدينا التطبيقات الموجودة، لدينا ثلاث تطبيقات، لدينا ثلاث تطبيقات، التطبيقات الأساسية التي نستعمله لنستعمل بيسيك كاميرا التي نسميها هون، لدينا الفيديو، وعندنا الصورة مثل العادة، ودينا النط بين 4.0 والF2.0 إلى اللمزة، ودينا أيضا السيستام الثاني، الـ Auto Mode، الذي عندما ندورها هون، منيو الكاميرا هون، والتليفون، يصبح مثل هذه الكاميرا، كما أننا نستعمل كاميرا على هذا التليفون، لماذا؟ نستعمل نفس السنسور على هذا التليفون من هناك، قصدي، السينما برو الذي كانت موجودة من قبل، يمكننا أن نغير الـ Profile، نستعمل عدة شغلات، نصور 120، والشغلة الثانية التي أعجبتني فيها الآن، أنه 120 fps على هذا الفيديو، مضبوط 120، من أنه 120 من نزلينهم، كابسينهم، لأنه يصبح 30 fps، ونريدنا أن نقوم بيسيك. هذا الفيديو مضبوط مضبوط، كما ترى هنا، حدث لكم الكرت، لذا كنت تعرفوا مضبوط، أن الفيديو مسجل بـ 120 fps على هذه الكاميرا، الشغل الوحيدة عنه لهذا السيستام، أنه يجب أن نعمل بقلب الـ Projects، معناته، عندما نبدأ نسجل الفيديو، كل الفيديوهات يجب أن تكون موصولة بنفس اللمزة، أو بنفس سرعة الفريمز على هذه الكاميرا، لا يمكننا أن نغيرها، وشكلها أيضاً، هناك أشخاص لا يعجبون فيها كثيراً، سمعت سوني، لذلك، بدلما يعطونا Pro Mode بقلبها الكاميرا العادية، يجب أن نعطونا تطبيق زيادة اسمه Video Pro، يمكننا أن ندورها، ونفترج عليها، تمشي مضبوط مثل ما نستنظرينها، يمكننا أن نستعملها، ونرى الـ Volume هنا، للميكروفونات الموجودة، Audio Balance، ISO، كل هذه الشغلات جميلة، وليس فقط، يمكننا أن نستعمل هذه الكاميرا، هذه الكاميرا، التي كنا نستطيع أن نستعملها لـ Sony ZV1 أو E10، يمكننا أن نستعملها مع هذا التليفون، ونفوت التليفون هنا بالكاميراً، كما ترى هنا، يمكننا أن نستعملها، والحلاوة فيها هنا، يمكننا أن نستعمل الكبسة هنا، لنقوم بـ Zoom In أو Zoom Out، والحلاوة فيها هنا، كما ترى هنا، تضبطوها، وترجعها، من غير ما تكبسوها إلى شيء، يمكننا أن نقوم بعمل فيديو، نقوم بعمل صور، ونقوم بعمل كل شيء، لكن الحلاوة فيها هذه هي، أن الـ Vlogger Kit التي نزلوها، الآن معها الكاميرا في نفس الوقت، تساعدنا أن يعطونا شاشة صغيرة، ونستطيع ركبها إلى وراء، تلقت من وراء بالمغناطيس، ونوصلها بـ USB-C إلى USB-C، ساعتها تجعلنا نرى الشاشة، من الكاميرا الأساسية هنا، والتي نستطيع أن نصور فيها، لأنه نستعمل الـ Vlogger Kit، يمكننا أن نقلب الـ Vlogger Kit من وراء لأدام، كما ترى هذا، وساعتها الآن، صارت للـ Vlogging كثير كثير منيحة، يمكننا أن نسيطر عليها، ونرى حالنا، نأخذ أحسن صور، أحسن فيديوهات موجودة بقلب الكاميرا، من غير ما نعتمد على 8 ميجابيكسل الموجودة قدام، لا يوجد أشكال، لكن صراحة، كاميرا، عندما تستعملوا أحسن كاميرا على التليفون، ستكون دائماً على الوراء، قدام، لا يعطونا كاميرا أحسن من الموجودة على الوراء، خاصة سوني، نريد أن نعيش في الكاميرا الورانية، دعوني أعطيكم الآن مصر، صوت الصورة منه للفيديو، كما تستعملت الفيديو برو جديد، نستعمل الكاميرا الأساسية الموجودة الآن، سنسجل 4K 30 فريمس برسيط، سأخذكم صوت الصورة هنا، مصر على الإكس بيريا برو آي، كما رأيته، الصوت الصورة جميلة كثيرا، دعوني نسمع الغنية التي عادة أن نسمع، أليكس كريندو جامبو من NCS Release، أعجبتني كثيرا هنا، لأننا نستطيع أن نلعب ألعاب على التليفون مثل العادة، وهذا هو Call of Duty Mobile، والذي تعجبني كثيرا أن الشاشة يمكننا أن نلعب عليها 4K 120 فريمس برسيط، دعوني نوضع الصوت، يمكننا أن نضغط على الوضع هنا، ونستطيع أن نغيّر المزبوط، ونضبطها كلها على الأوديو لغرافيكس، عن الماكسيموم والفري هاي الموجودة هنا، ساعتها يمكننا أن نستمتع أن نستمتع الصوت والصور عليه حلوة كثيرا، وليس بسماعة، ولكن أيضا على الوضع الموجودة على هذه الشاشة، دعوني نفجيكم الآن مصرة كيف نلعبت الألعاب عليه للتليفون، The Call of Duty Mobile على الأكسperia Pro-Eye. The Call of Duty أنا موجب كثيرا بالشغل التي تعملها سوني، خاصة في هذا التليفون، يتعطوننا سنسور كبير، ونستطيع أن نستطيع ضوء أحسن لـ Low Light، خاصة أن نستطيع استعماله عندما تكون تعملوا البوكي، الإفكت مضبوط، كلما يكبر السنسور على الكاميرا، كلما يصبح البوكي طبيعي، بعدما يستعملوا البروغرام، ويغيروا ويغبشوا الصورة الخاصة. كما أردتكم في الصورة، عندما كنا نقوم بعمل الصورة التشجيل، كان هناك أشخاص يمشون وراي، كما ترون أنهم مضبوطون، يكون أحسن بكثير من زمان من عندما كنا نرى التليفونيات الأديمة منهم لـ Sony. الآن يأتي طبيعي مع السنسور الموجودة هنا. الشيء الثاني أخبركم به أن هذا التليفون بروتوتيب، لا يوجد شيء آخر، لا يوجد هذا التليفون، إذا كنت تشتروا، سيكون نفس الشيء. هناك كم شغلة لا يوجد فيه، ويوجدهم أيضاً طافيلاً، لأنه بعد ما خلصوا، لكن صراحة أشكرهم كثيراً لـ Sony دعوني أرى هذا التليفون، وأطلع فيه، أستطيع أن أعطيكم عليه قليلاً قبل أن تطلقوا منه. الـ Pre-order لهذا التليفون سيبدأ بـ 28 شهر، الآن بـ 28 شهر، ساعة 7 الصباح على توقيت لوس أنجلس، لكن إذا كنتم ترح تاني بلدكم في بلاد تانية، فترحوا أن ترحوا ماذا يستطيعوا بيعوه، وأي بلاد سيبيعون. سعره سيكون تقريباً 1800 دولار، ولكن سيكون لديهم بعض الأشياء إذا كنتم ترحبوها. إذا كنتم ترحبوا هذه الجريبة موجودة معهم إما الشاشة التي ترحبوها، ستستطيع أن ترحبوا إما 50 إلى 100 دولار على الـ لذلك، إذا كنتم أعطيكم الانك تحت، ترحبوا كل المعلومات التي ترحبوها. أنا معجب كثيراً بكل الأشياء الموجودة هنا، والأكتر شيء معجب فيه هنا أن الصور كيف يطلعوا منها هذه الكاميرا حلوة كثيراً. الأوتو فوكس الموجود بالصور بعدها موجودة للعيون، للفايس، للحيوانات، هذه تظلها ماشية وشكلها كثير منيح. الحلاوة الآن صارت لدينا نحن سنسور كبير لنقدر نستعمله رغم أنه يدعون تقريباً 12 ميجا بيكسل إمجز معناية الصور تظل من كمبرشن، لا نستعمله بيكسل 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 لكن يستعملوا التليفون العادة، الموديل السيل العادة، سأرى إذا يجب إيدي أيضاً للتليفون سأقوم بعملكم فيديو مضبوط على Xperia Pro i. شكراً جزيلاً على كل الناس الذين رأيتوا الفيديو وإن شاء الله يكون أعجبكم هذا التليفون جديد من شركة سوني. أنا أعرف أن هناك قليلاً لديكس لأن الناس يتحدثون عنهم لكن هذا هو التليفون بإيدي. إذا لديكم أي أسئلة إذا تريده، أضعوه إلى هناك سأرىكم إن شاء الله في الفيديو جديد. يلا، مع السلامة.